موسيقى مكملين معاكم مشاهدينا بآخر إصدافاتنا لليوم لحتى نحكي أكتر عن تصميم المنازل وكيف الألوان المستخدمة في التصميم أو في غرف المعيشة بتعكس على الراحة النفسية وبتعطي شعور بالدفئ أكيد معانا اليوم المصمم حمدي حمو أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صباح الخير صباح نوري ديكور يعني الجمال والجماليات واللبسات إبداعية دايما الواحد بحطها ليس نحن من زين نحن من جمل تحدثنا شوي عن اختيار الألوان وديكورات للمنزل هلا هي بشكل عام زي ما حدتك بلشنا حديثنا أنه هي أمور تجميلية وخلنا نقول في الهوامل النفسية في الهوامل خلنا نحكي برضو على البيئة اللي إحنا بنحاول نبتكرها جوه البيت نعم هالي هي خلنا نحكي لغرفة المعيشة تحديدا نعم بتكون اللي هي الأساس والعصب الأساسي بالبيت أو بمعنى تاني خلنا نحكي هي البيت يعني هي هذا المكان اللي إحنا كل حياتنا بيكون فيه سواء إحنا كعائلة حتى المؤخرا عم بيكون لضيوف جزء من هذا الفراغ بيكونوا أساسيين فيه بنعمل حسابهم كمان بعدد مقاعد بلو إيجان ناس أو كذا دائما التركيز والأساس أصلا عنا بغرفة المعيشة نعم نعم نعمل بيت شديد أو بدنا نجدد بهذا البيت أول الخيارات وأول الأشياء اللي إحنا دائما نمركز عليها غرفة المعيشة نعم صح عشان هيك إحدى اليوم يعني عاملين شوي بتركيز عادة النقطة نعم هي غرفة المعيشة هي دائما أساس البيت يعني صح صحيح وهي مكان راحة بتكون ومكان قاعدة وبتتحول بعدين هم في ترب الليل بتسير نعم سحول لغرفة الطعار وبتتحول لغرفة نوم وبتتحول لمكتب وبتتحول لترفي وبتتحول لإستقبال الضيوف يعني كل البيت عم بيكون في هاي النقطة تركيزاً صحيح هي أكتر تواجد فيها ممكن بالظهر أكتر ساعات التواجد زي ما حدتك حكيت أنه هي أكتر الوقت فيها عشان هيك تركيزنا بيكون كمان برضو فيها مثلاً بعوامل التدفئة بعوامل التبريد صيف شتاء بعوامل التهوية بعوامل يعني كل إشي التركيز اللي هي عندنا لازم تكون هاي غرفة المعيشة هي الأساس وضعها للاستعمال مناسب جداً وأوقات كثيرة من اضطر أنه إحنا نتتكر غرفة معيشة يعني في تصميمات بيوت أو خلال نقول شؤاء أو فراغات معينة بتكون مثلاً أنه مفتوح استرون عن المعيشة أو كذا لكن مع الوقت إحنا نكشف أنه هذا مش عملي صحيح لا عدد أفراد لأسرة لا نوعية الضيوف لا نوعية حتى كمان صحيح إنه في عنا مثلاً مثلاً في أوقات نكون الأعداد مختلطة في أوقات لأة في أوقات يعني لها حالات مثلاً ممكن نأخذ غرفة من الغرف البيت ونحولها هاي الغرفة تصير مثلاً من غرفة نوم لتصير غرفة معيشة مفتوحة عن مطبخ أو قريبة من المطبخ معها كذا يعني بتصير دائماً في عنا دائماً بنحاول نبتكر جديد بغرفة المعيشة تمام دائماً معروف أنه الألوان فيك حتى الواحد يروح بزور ناس أو صحابه يتفوت وقد عندك تحس براحة نفسية بتكون قاعدة الأجواء ممكن الألوان اللي نحكي الصالون أو غرفة المعيشة اللي موجود أنت فيه بتريع ممكن ممكن حدا بيعرف انه شو الألوان أو أنسب ألوان لغرفة المعيشة عشان زي ما نعرف فيه الألوان ممكن تعطي شو هيك شعور بالكآبة ألوان تعطي نشاط هيك حيوية أكتر يكون بالنسبة لغرفة المعيشة تحدثنا على هذا الموضوع أكتر هلا بهذا الموضوع هو خلينا نحكي ما له قاعدة معينة يعني مش إذا إحنا حطيت لون فاتح معنا هيك الغرفة صارت فرش ونفسيتها علوة ولا بمفس الوقت إذا أنا عملت لون غامق أو من درجات الغامق راح يعطيني الكآبة هي الفكرة أنه إحنا أساساً لازم دائماً نحط بعين الاعتبار اللي هو عندنا إحنا مصدر الإنارة هل هو مصدر الإنارة الطبيعي من الشباك جاي عندي موجود ولا أنا عم بتكره بالسقف ولا أنا عم بعمله بالسقف بالسايد لامس بالفلورت لامس بأكتر من طريقة إضاءة فبالتالي التركيز عندنا على موضوع الإضاءة لأنه هذا نمبر ون نمبر ون قبل ما برضو نفوت بلون الدهان إحنا شو في عندنا أثاث شو الهدف من هذه الغرفة؟ هل إحنا بنا نعمل مثلاً هي وغرفة نهارية وغرفة فيها طاقة وغرفة من قضي وقتنا بنهار فيها؟ نعم ولا إحنا أغلب الوقت مثلاً استعمالها اللي هو لما نروح من الشغل هي عشان تعود وترتاح ويكون عندك الأجواء خنقول بالمصطلح الدارج كوزي أو فيها حميمية أو فيها يعني يعني هي بتصفي الشغلة إحنا كيف بدنا نستعملها؟ بالتالي إحنا شو راح نحط لون أو الأرضية تبعتنا كمان برضو بتفرد وبلس العافش نفسه ونوعية الأثاث نفسه هي بتفرق عمنا كمان إحنا إيش نلجأ لأي لون وين هذا اللون راح يودينا؟ صحر راح يودينا لمنطقة اللي هو إنه لأ فرش ومورنينج وبدنا ألوان فاتحة حجم الغرفة كمان بفرق معانا لون الأرضية بفرق معانا فعشان هيك ما إلها قانون معين يعني أوقات ما تحطها بألوان كتير غامقة أو أسود أو رمادي وبتقول لا راح تكون كأيب لكن إذا عندي إنارة بالضبط بهاي الصورة مثلاً إحنا عم نختار مثلا إيش نوعية الغرفة اللي إحنا غرفة الجلوس اللي إحنا بحاجتها هل هي غرفة مثلاً أكتر لنحضر تلفزيون؟ هل هي غرفة مثلاً فيه مثلاً ركن صغير للأطفال يدرسوا فيه؟ هل هي غرفة مثلاً فيها مثلاً مكتب صغير فيه لابتوب ممكن واحد يشتغل فيه؟ هل هي يعني أكتر من طريقة فبالتالي إحنا منحدد شو هدفنا من غرفة المعيشة وبعدين منطلق بموضوع التصميم تصميم صحيح هاي واحدة إحنا من الغرف المعيشة اللي إحنا نشتغلها هون كان في عنا تركيز اللي هو إحنا بدنا عدد كراسي بدنا فاير كليس وبدنا تلفزيون بدنا واجهة كاملة وبالتالي هون إذا بتلاحظ جواباً على السؤال اللي كنا نحكي عنه قبل شوي الألوان اللي إحنا ويختارينها يعني إحنا عندنا الأرضية مثلاً مش كتير فاتحة متكون من درجات الرمادي الحيطان برضو من درجات الرمادي لكن عندنا مثلاً الخشب والمنجور مثلاً ألوانه كتير أبيض فعملين كونترست كتير عالي متباعد برضو هذا هون أعطانا جو ومود إحنا بحاجته فبالتالي اللون أو اختيار اللون مش إشي أساسي بحدد شو إن رح تطلع معاينة يشتغ غرفة هون مثلاً أنا مثلاً بنصح إنه إحنا لما بدنا نعمل مثلاً غرفة غرفة أو غرفة معيشة أو بغض النظر عن إيش نوعية الغرفة إحنا نحاول نجمع الصور الأثاث والأشياء اللي إحنا بنحطها بهذا الفراغ قبل ما نبدأ فيه على أساس إحنا نكون واضح شو عنا حجم الأثاث معروف شو هو كمية الإكسسورات ألوان الإكسسورات شو رح نرتب قبل ما نبدأ فيها للغرفة هاي تمام جميل شكراً يعني زي ما إحنا شفنا فيه تصميم كتير وفيه ألوان كتير الواحد بس وحسب شو بده من هاي المعينة شو الوظيفة من هاي بالزبط وشو الغرض منها بالزبط بالنسبة للأثاث كمان حمدي هلا دائماً إحنا بنقع في مشكلة لما نتشتري مثلاً طائم كنب بتيجي تاخده على البيت يعني صاحبة البيت أو رابة المنزل ما بتكون محتاطة لحجم الكنباء موجودة في الغرفة تيجي بتحطهم بتلاقيها ما وسعت يعني وما نصبت المكان أو ما نصبت شكل الغرفة فشو كيف بدنا تعمل رابة المنزل بالنسبة لقطع الأثاث اللي عم تشتريها هلا أنا بشوفه كزوئي وستايلي كأنتيرير ديزاين أنا عندي مشكلة بكلمة طائم نعم كلمة طائم نعم إحنا لازم يكون عنا ثنائي ثلاثي وفردي هيك ذلك تمام ما عنا مشكلة لكن إحنا قبل ما نفوت بموضوع إحنا بدنا طائم تمام إحنا عدد الأسرة أدي بالبيت مثلاً أربع أشخاص خمس أشخاص ستة أشخاص براوي يعني هاي لازم تكون النقطة توعوية حلوة نعم بالزبط هاي نقطة نقطة تانية موقع التلفزيون وين؟ فبالتالي أنا بدي أختار الكنابة الثلاثية وين تتعود والثلاثية وين تتعود بحيث أنه أنا قاعد مرتاح عيني مباشرة على التلفزيون مش رايح رائبتي برائبتي بشكل جنابي أنا ساعتها عمري ما راح أرتاح على هاي الكنابة وحد صفهي بس مجرد تخت أتمدد عليه وأكون ساعتها برضو مواجهة التلفزيون بالتالي عدد الأسرة اللي قاعدين مرتاحين بهاي القاعدة حيكون أقل فبالتالي راح أفوت حالي بمشاكل تانية ممكن أستعيد عن موضوع الطائم مثلا بكورنر اتنين مفردين بشكل تاني أو بلون تاني بين باكز أو مثلا ممكن يكون وحدة ثنائية وأربعة مفردين يعني شكل نلعب بكورنر اتنين موضوع هلا تقليدي أو مش تقليدي هاي النتيجة راح تطلع عندك بالنتيجة دائما يعني ما في بيت كوبي عن التاني فما في تقليدية لكن الفكرة أنه إحنا لما منفكر منيح بحجم الكراسي وعدد الكراسي مقابل لموضوع التلفزيون كونه التلفزيون إشي أساسي يعني إحنا مش عشان والله تلفزيون الكل بدو يحضر لا هي الفكرة أنه إحنا سين تلفزيون هي سنترل فوكل بوينت عندي إياها أنا لازم دائما أرعيها بتصميمي لهذا الفراغ صحيح صحيح هلا كمان يعني حكينا عن العفش عن الألوان عن هاي الشغلات الإنارة والإضاءة بغرفة المعيشة جدا مهمة تحكي لنا أكتر عنها هلا زي ما بلشنا فكرة أنه هلا إحنا عنا إضاءة طبيعية وشو قوتها شو النتيجة من هاي الإضاءة الطبيعية الدي عم بتوفر لي كمية إضاءة مناسبة خلال ساعات النهار فبالتالي أنا تكون هاي غرفة المعيشة أنا بدأ عيش فيها كل الوقت أو أكتر الساعات سواء ستة البيت بالنهار الأولاد بباط الظهر بالليل الأدلت أو الكبار موفي أو whatever فرح يكون عندي تلقى في عندي تشكيلة بي نوعية الإنارة خلال استعمال هاي الغرفة عفوا فبالتالي كل الغرف المعيشة إذا ملاحظ في عنا شباك اللي هو مصدر إنارة طبيعي في عنا إنارة بالسائف مباشرة سواء عن طريق تريا أو سبوت لايت أو بلس إحنا لما عم نعمل هلأ الأسقف المستعارة أو الجبس المور عم بيكون في عنا الانداريكت لايت والهيدن لايت اللي هي بتعطيك إنارة لكن هي مش ضاربة بعينك فبالتالي بتضلك محافظ على إنه هاي الغرفة مريحة شايف فيها بس بنفس الوقت عينك مش ضاربة بشكل مباشر فما بتحس بانزعاج فبعد وقت طويل أو ساعات عمل أو كذا أنت بتوصل على هذا الفراغ اللي هي المعيشة بتكون بحالة نفسية أريح عينك بتكون أريح السايد لامب أو الفلور لامب برضو هذول لهم تأثير بحيث أنه أنا ما بدي أستعمل كمية إنارة كثير عالية أنا قاعد لحالي توفير طاقة يعني إلها أكتر من هي بتلعب على الموت كمان والموت تبعا يعني الواحد ما يفكر بس أنه خلص أنا بدي ضواب النص وتكون ضواي ومنيحة فعلا الواحد لما يكون ممكن شويه تعبان زي ما حكيت بده مثلا سايد لام بالضبط ممكن ضويهون يجيك ضيوف بدك تشغل هذا وهذا مثلا أن يطلع أحلى ولازم يكون فيه يعني دمج بناتهم يطلع له مش تلاقي هذا أبيض هذا أصفر هذا يعني بالضبط يعني هي الفكرة حتى لو بغض النظر لوم بدون اختصاصي أو بدون كذا أنت لا شعرية بحاجة أنه أنت لما بتفوت على هذا البيت زي ما حضرتك بلشنا حكينا هون أنت بترتاح بتحس بأنه لا والله القادة مريحة أو في أوقات تالي بتحس أنك أنت نعست لو بتكون ضيف بهذا الفراغ تحس الإنارة واطية زيادة عن اللزوم والعكس صحيح ممكن تكون تتوتر كون الإضاءة تكون عالية زيادة عن اللزوم فبالتالي لازم نأخذ لعني الاعتبار أنه يكون في عنا تنوى بحيث أنه عنا الحالة كذا الحالة المزاجية كذا والحالة المزاجية كذا فالغرفة هاي عم تخدمني بكل حالاتي طيب منا نختم هيك معك حمدي تعطينا نصائح لما تيجي ربة المنزل بدها تتزبط غرفة المعيشة بالأخص إيش هي النصائح لازم تتبعها أساس تكون عندها غرفة المعيشة صحيحة ومتكاملة هلا زي ما حكينا خلال الحوار أول إشي بنا نأخذ بها عند اعتبار هل في عنا فاير بلايس هل في عنا تلفزيون التهوية تبعية الغرفة هاي كيف وضعها الإنارة الطبيعية عدد المقاعد هذا إشي أساسي لازم إحنا ما نغفره لأنه أغلبنا بالدايع من هذا الموضوع كيف هاي توضح لنا إيها أكتر يعني قدير المفروض يكون عدد المقاعد هلا مش قصة مفروضة عدد أفراد الأسرة أديه بالبيت يعني مثلا إذا كانوا ثلاثة أو أربعة ثلاثة أو أربعة فاين أنت مش بحاجة أنك أنت تفرش مجلس يعني يعني أنا بس نغرب بحكي لك بلك إجانة ناس هلا تمام بلك إجانة ناس أكيد لكن الفكرة وين أنه أنا طالما أنا بأمن أساسياتي أنه عندي عدد كنب مناسب مواجه لموضوع التلفزيون هلا إذا كان في عندي أكسترز أو كراسة إضافية وفي عندي مساحة تمام لكن مش على حساب المساحة أنا بدي أستعمل وأفرد كنب بالتالي عندنا هي معادلة يعني مش إنه قدي المفروض لأ عندي معادلة صحيحة هلا إذا في وسع وفي الوضع تمام لأ حط كنب وعبي وإحتياطا ولي بدك يعرفت كي ويوم أعد هون يوم أعد هون لكن لكن إحنا مؤخرا ببيوتنا هون بالأردن عدد الأسرة مع حجم المساحة صدقني بتكون يعني يعني مدروسة بالسانتي يعني حتى بالمخططات بيكون محطوط هون ثلاثية ثنائية أو كورنر أو كذا عن ذات ست فبالتالي إحنا لما من بالغ ننحشر بتصفي الغرفة قاعدة فوق بعض يعني بتصفي برضو بطلت مريحة صارت مزعجة أكيد يعني إحنا نشكرك كثيرا عن نصائح الجميلة لحكتنا إيها شكرا لكم إن شاء الله طبعا المشاهدين استفادوا من هذا الإشياء عشان جدل إحنا لازم ناخد بعين اعتبار خصوصا الغرفة الأكتر تواجدة فيها الأساس بالزرعة للغرفة الأساسية نعم حيث سوف من هكت عملي شيخ المشاهدين جدل إلا أن نعيش فيها لأن نعيش فيها الشكرا إلى أن شكراً للجمع شكراً بالذب شكراً جولا